السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد في سلسلات امريكا انجليش بس الفيديو المره دي مميز النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو بعنوان ودي معناها ربط الكلام ببعض عشان يبقى فيه نوع من السلاسة والطلاقة في الكلام لو انت فاكر ان السرعة في الكلام هي اللي هتخليك تتكلم زي الامريكا احب اقولك ان الكلام ده مش صح وتعالوا نجرب انسى انسى قولها بالسرعة اللي تعجبك تعالوا نسمحها كمان مرة بهدوء كده وبالراحة ونشوف مين اللي هو شبه الامريكا الاكتر السر هنا في اللينكينج بس لازم نفتكر ان مش مجرد فيديو هو اللي هيخليك تتكلم بطلاقة ولكن الفيديو ده هو اللي هيدلك على الطريق وانت عليك ان انت تمشي الطريق للاخر قبل ما نبدأ في موضوعنا النهاردة في معتقد كده احنا كمتحدسين غير اصليين للغة بيكون عندنا الاعتقاد ده الاعتقاد ده هو اني لو احنا نطقنا الجملة كلمة كلمة وحرف حرف كده المعنى بيكون واضح ومفهوم ولكن ببساطة الطريقة دي بتخلي الكلام بتاعنا غريب وعامل كده زي الانسان الالي طيب نتغلب على المشكلة ده ازاي من خلال اللينكينج موضوع النهاردة ببساطة كده اللينكينج هو اننا بناخد اخر حرف في الكلمة بنربطه باول حرف في الكلمة اللي هتيجي بعدها وطبعا ده هيكون بشوية قواعد كده صغير هنتكلم عنهم دلوقتي يلا بنا نشوفهم واول قاعدة معايا النهاردة لما يكون عندنا كلمة اخرها ساكن والكلمة اللي بعدها اولها متحرك بناخد الساكن من الكلمة الاولى وبنبدأ بالمتحرك بتاع الكلمة التانية زي الجملة اللي اتكلمنا عنها من شوية بنعملها ازاي مثال تاني لو خدنا الكلمتين دول لو انها كده الوقف اللي في المصد دي ملحاش لازمه طب نقولها ازاي وتعالوا نشوف جومل الممارسة بتاني هو ملحي من أفراج نعم ordo من ان ملاحي من في خلق المدين من ان دور لا ينفع نعم تببر طبعا شكرا القعدة الثانية لو صوت الساكن في آخر الكلمة هو هو نفس الصوت الساكن في أول الكلمة اللي بعدها بننطق الصوت بس بنطوله شوية وما بنعملش توقف في النص مثلًا لا نقوله لا، هذه الوقف ليس لازمة هتبقى مش هنقولها هنقولها مرة واحدة وتعالوا نقرأ الصلايات دي للممارسة بيك جيم فار رايت كل الأشياء مني توقف 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 من غير ما نقف على يبقى كده الحالة التالتة معايا او القاعدة التالتة معايا هي ان مني آخر حرفة في الكلمة لو كان ما تخرجش الحرفة بعد ما تنطق الكلمة دي وانتقل للحرف اللي بعده في الكلمة التانية ولو خدنا عمثلة عندنا job market that man good book can't go القاعدة الرابعة هي ان لو كان عندي كلمة اخرها فاول والكلمة ان بعدها بتبدأ برضو بفاول ما نقفش بين الكلمتين وعلشان يكون الانتقال طبيعي كده بين الفاول الاولاني والفاول التاني بنضيف من عندنا صوتين اما اليا او الوا ونخلي بالنا اليا بنضيفها بعد الاصوات اي 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 ا تعالوا نشوف مع بعض امثلة قل ولا تقل. يلا نبدأ. مش هنقول I ate out. حتى لو قلناها بسرعة I ate out. دي طريقة انسان آلي. طيب لو عاوزين نقولها American accent بتكون I ate out. لا تقل may I come in. ولكن قل may I come in. لا تقل they agree. قل they agree. لا تقل I'll buy it. قل I'll buy it. لا تقل he ate out. قل he ate out. لا تقل go on. قل go on. لا تقل so awesome. قل so awesome. لا تقل I know it. قل I know it. وتعالوا نشوف جمل للممرسة. Why are you so upset? I am not. Who is he? He is the announcer. How is the weather? Go outside and find out. Do I need to do it? No, I already did it. كده احنا الحمد لله خلصنا اللينكين. وقبل ما نختم الفيديو عاوزين نعرف هي the or the the. بننطقها the لما تكون الكلمة اللي بعدها بتبدأ بساكن. زي مثلا the banana the car. وبننطقها the لما الكلمة اللي بعدها بتكون بتبدأ بصوت متحرك. زي مثلا the apple the elephant. وبننطقها the كمان لما ييجي بعدها ساكن بس قبل ما اقول الساكن ده بفكر شوية او بتردد شوية. زي مسلا لما اقول the banana. او لما اقول the car. وانا هنا في الموقف ده يا اما بختار بين اتنين او بتكلم عن حاجة بس متردد ان انا اتكلم عنها. فبقف شوية على كلمة the. بنقولها the car. مش بنقولها ذا كار. بنقولها ذا كار لما اكون انا مش متردد و بقول الكلمة على طول. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو واستنونا ان شاء الله في الفيديو القادم هيكون عن وده هيخلينا برضو ازاي نصرع الكلام بتاعنا. ونخلي الكلام بتاعنا في اميريكين اكسنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.